كانت بريطانيا قد أعلنت قرارها إنهاء الانتداب في فلسطين لتنسحب منها في الخامس عشر من مايو آيار عام ثمانية وأربعين مما يعني قيام الدولة اليهودية في ذلك اليوم أما على الأرض فقد انسحبت القوات البريطانية مبكرا من عدة مواقع الأمر الذي مكن العصابات الصهيونية من الاستيلاء على كثير من مدن وقور الساحل الفلسطينية فبدأت معها عمليات منظمة للتطهير الأرقي بحق الفلسطينيين فنفذت المجازر وهجر الأهالي بالقوة وسقطت حيفا ويافا وصفض في يد العصابات اليهودية قبل موعد انسحاب القوات البريطانية ومع تلك المجازر ظهرت قوة العصابات الصهيونية التي كانت نواة للجيش الإسرائيلي فيما بعد إذ كانت على درجات عالية من التسليح والتدريب وفي مذكراته يتحدث لجبوري بإسهاب عما سماه المؤامرة البريطانية ضد تسليح الجيش العراقي إذ كان العراق قبل التجهيز لحرب فلسطين قد وقع صفقة مع الحكومة الإنجليزية لتزويد الجيش العراقي بالأسلحة والمعدات العسكرية لكن بريطانيا حسب لجبوري عمدت إلى مراوغة العراقيين بالحيال المختلفة وسرعان ما صدر قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على توريد الأسلحة إلى العرب